تحياتي معكم أنا محمد عوال بدنا نتكلم عن مباراة يوفنتوس ميران بأفكار سريعة واللي تجيكم دائما بالتعاون مع صفحة اليوفنتوس على انستغرام وتويتر اللقاء بلش بعد ما اجت هدية معنوية كبيرة من ساسولو ليوفنتوس الفريق اللي تعادل مع نابولي نابولي اللي كان بإمكانه يحط ضغط نفسها اللي بيشبه الضغط اللي عمله ديبالا بهدف بلاسيو لكنه ما عمله ودخل يوفنتوس مرتاح وكأنه أعطاه هدية ثانية عكس هدية ديبالا الإقريكا العادة بالتفكير اللي بزعت جماهير يوفنتوس وبيخلوهم دائما رايحين جايين معاه ضده اللي هي عقلية انه يبلش المباراة الكبيرة لما يكون بيقدر يتعادل بدون ما يخسر شيء يبلشها في فكرة تعادل قبل الفوز وبالتالي شوفناها يبلش في خمسة ثلاثة اثنين لو بدي أدور على أعذار وتفسيرات لخمسة ثلاثة اثنين وبقصد أعذار بالمعنى الحرفي للكلمة السبب الأول نوميلا بيلعب بكثافة هجونية عالية كثير في بشط الأول دائما بست لاعبين بحطهم منطقة جزائك وحاول منطقة جزائك بدك لعيبه أكثر في الدفاع ثانيا بيلعب عرضيات كثير قوية وسريعة وبالتالي بدك قلب دفاع ثالث بدك مدافع ثالث يحميك وهذا السبب الأول والثاني انه ما بدوش يحرق كوستا بدنيا عشان بدو يهار لضريع المدريد هذا التفسيرات الوحيدة الممكن أوصلها هدف ديبالة المبكر كان صحيح رد على سانباولي وصدمي لسانباولي لكنه بنفس الوقت بالغ بإدخال يوفنتوس مناطق راحته شوفوا ان يوفنتوس بسلم الكرة بشكل غريب جدا وهذا الخطأ يعني خطأ غير مفسر لأنه ميلان فلسفته فلسفة لعبه الحالي مش فلسفة استحواذية بحثة عشان نحكي والله ميلان أجبر يوفنتوس بسلمه الكرة طول هذا الوقت لا يوفنتوس نازل عن الكرة وميلان طبعا ضغط وبالتالي صار الاستحواذ كبير أعطيت ميلان كأنه حكمك في ملعب والفرق بين ميلان ونبولي بهذا الاسلوب إنه هذا ميلان قميص ميلان يخلي اللاعب يوثق بنفسه وإذا وثق بنفسه حيضغطك وحيسجل هدف تعادل زي ما شفنا طبعا يشوفنا احتفال بنوتشي بعد هجفت تعادل لأنه ممكن أبرره لأنه الجماهير سفرت استهجان ضده وكسرت العلاقة بالتالي بينها وبينه في الحقيقة انتشار ميلان في الشوط الأول جميل وأنا فعليا من آخر من بريات بعجبني شكل انتشارهم بعجبني شكل تحركهم ممكن المشكلة الوحيدة بهذا الانتشار والتمركز الجميل جدا إنه بطئين بعدما الكرة تتحرك أنت يعيدوا انتشارهم وبالتالي الخصم والدفاع بيعرف ياخد شكل سريع معهم بدهم حركة أكثر سرعة أكثر بدون كرة أول ما الكرة تطلع من اللاعب يتحرك الفريق بشكل عام كمنظومة واحدة عشان يكونوا أخطر وأكثر استفادة وإلا بالتالي مجرد كثافة هجومية ممكن تدفع ثمانها دفاعيا وهجوميا مش كثير فرقة معك إنك تخلق كل هاي الكثافة بهذا البطول الشوط الثاني طبعا كثير أفضل ليوفنتوس بدأ بدخول دوغلاس كوستا ثم كان دخول كوادرادو اللي يغير الشكل تماما لأربعة أربعة أثمين اللي خلى يوفنتوس يقدر لعب ببساطة من الطرف للطرف بدون مشاكل اللي خلى بنفس الوقت أسرع لأنه أدخل اللاعبين أسرع اللي خلى أكثر صعود بالكرة اللي ربط بدل ما هيجواين يكون هو خط حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم أصبح في خط وسط واضح الآن هذا التغيير بالشكل مفيد جدا ليوفنتوس ثبت الكرة ليوفنتوس معاه وشوفنا ليوفنتوس بصير أكثر حدة بالاستحواذ أكثر حدة بالانتشار أكثر حدة بالانتلاك وحتى بإندفع خط الدفاع ميلا كان واضح إنه استنزف بدنيا من الشوط الأول كان وضع حركي كبير جدا ممكن هي قلة خبرة مدرب قلة خبرة لاعبين استنزف بدنيا ما عرفش يتعامل مع الشكل الجديد لليوفنتوس فكان واضح إنه مسألت وقت وليوفي حيسجل قاتونسو عمل فترة ممتاز جدا مع ميلان اليوم قدم شوط أول ممتاز مع ميلان شوط ثاني أعتقد كان عنده مشكلة بالتبديلات لكن بالنهاية هذا الميلان جميل هذا الميلان شجاع هذا الميلان يبنى عليه للموسم المقبل ولما أحكي يبنى عليه للموسم المقبل لأني أنا كمشجع لليوفي بصراحة بدي ميلان يرجع ويوفنتوس كنادي بده ميلان يرجع وبده الانتر يرجع لأنه يوفنتوس أو بالكرة القدم الحديثة بطل المفهوم منافسة يوفنتوس مع ميلان وانتر فقط بل هي منافسة معولمة وفيها عولمة واضحة في العالم وبالتالي الدور الإيطالي لما يرجع دخل يوفنتوس ويطلع يوفنتوس الآن مش قادر يحافظ على بعض اللاعبين لأنه موحوش يدفع رواتب لكن لو دخلوا ستمائة مليون كان حيدفع لهم رواتب ويخليهم بدل ما يضلوا يخسرهم لأندي ثانية في دول أوروبية يعني لكل مستفيد من بعض نحكي باللغة الاقتصادية اللي بتنعكس كرويا واللي بتكون فيها تبادل ألقاب محليا وقريا لما تشوف مستوى بيا نيتش اليوم بافتكاك الكرة بالقضاء على المرتدات بالصعود بالكرة بتسأل إنه قد شو تأثيره عمام ريان مدريد بصراحة الشيء مقلق في حين كوستا صحيح مهاري صحيح جميل لكن كوستا محتاجش حدا يبني معه أنا شا كنت متفاجئة رعيته في نسبة ركولي واحد وخلص روح اعمل اللي بدك هي وانت لحالك دبر حالك في اللقطة الوحيدة اللي ربط فيها حدا مع كوستا كان هدف الفوز وهدف الانتصار كوستا فردي ممتاز لو قدر يساعده بعمل جماعي من حوله هيكون أكثر وأكثر بيصنع فارق نوصل لهم لنهاية هذا الفيديو رجاء أن تشتركوا على قناة في اليوتيوب كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإنستغرام والسلام عليكم ورحمة الله